مساء الخير سيدة الوزير اه مساء الخير يا سيدة اجتماع السيد الرئيس النهاردة وسيدة الرئيس لديه اهتماما كبيرا فيما تعلق بقانون للأحوال الشخصية ايه اللي حصل في هذا الاجتماع اهو اتشرفت اليوم لطاق فقامة الرئيس وكان احد المحاور الاجتماع موضوع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين طبعا تجدت تعلم تماما مدى اهتمام السيد الرئيس بالأسرة المصفية وبالتالي كان توجيه سيادته ان احنا بنشك اللجنة هذه اللجنة يكون جميعها من المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية بحيث تضي الى قانون متوازن يراعي كل المصالح المتعددة الموجودة في هذه العلاقة الأسرية ويكون مشروع متوازن يحقق المصالح المختلفة للأسرة المصفية نعم طيب سيدة الوزيرة احنا بنتكلم على لجنة لجنة من المتخصصين زي من سيادة رئيس وجه بنتكلم كلها خبرات قانونية وقضاية فقط ولا ممكن يبقى فيه ناس آخرين لهم علاقة بقضايا الأسرة لا اللجنة قانونية قضائية فقط ليه؟ ليه؟ انت تعرف شبتك القاضي بطبيعته محاية وبيشوف المشاكل على أرض الواقع ويقيده في المشاكل وازاي بيبحث عن حلول لها فبالتالي اللجنة هتبقى منه قضاء متخصصين في مسائل أحوال التخصية عظيم طيب هل هذه اللجنة هتجري أي حوارات للمجتمع ولا تتلقى المخترحات وهم اللي عدوا المشروع لا أي حد عنده مخترح يقدر يقدمه للجنة اللجنة هتنتهي من مشروعة وإن شاء الله بعد ما تنتهي تعمل حوالين منه لقاء وحوار مجتمعي بحيث تقول للناس إيه اللي انتهت إليه وتتلقى ردود الأفعال عليهم لكن اللي عنده أي مخترحات يقدمها واللجنة بتبحثها مع الوزير اللجنة وتشكيلها من خلال حضرتك مش كده قرار وزياري ولا لسه بنبحث هذا الأمر إن شاء الله حيطلع قرار وزياري غدا بتشكيل اللجنة إن شاء الله بكرا إن شاء الله إن شاء الله سيادة رئيس اهتمامه كمان بالقضاء والنهاردة أيضا تحدث عن القضاء ودور القضاء وأيضا دعم القضاء ومنح أوسمة للقضاء هل الأوسمة لكل القضاء ولا للقيادات فقط اسمح لي باسمي شخصياً وباسم كل زملائي أعضاء الجهات والجهيات القضائية ورؤساء هذه الجهات إننا نتقدم بكل السكر وعظيم للإمتنان لفترامة الرئيس على هذه اللفتة الكريمة وخلي بالسيادتك هذه اللفتة غير مسبوقة هذا الدعم والتعزيز لمكانة القضاء المصر جير مسبوقة النهاردة سيادة واجه إن يبقى فيه وسام اسمه وسام القضاء المصر يمنح لأصحاب المسيرة القضائية المتميزة سواء كانوا رؤساء جهات أو أعضاء في الجهات كل صاحب مسيرة متميزة قضائية متميزة إن شاء الله يكون له نصيد في هذا الوسام أيضا في عندنا سيادة واجه برضو إن يبقى فيه شهادة تأدير موقع من سيادته لأصحاب الأعمال المتميزة من أعضاء الجهات والعقاءات القضائية خلال العام القضاء تعرف سيادته كان نوجه إن يبقى فيه يوم للمتميزين وتكريم للمتميزين ولازم نهتم بيهم فأحد مظاهر هذا الاتمام المهاردة تود بإن يبقى فيه شهادة تأدير موقع من سيادته لأصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضاء وطبعا كل دي إجراءات جير مسبوقة على الإطلاق ده بيتمي مع الوزير لأول مرة مش كده اللي هو هذا الدعم والتقدير لأول مرة بالنسبة للشهادات أو الوسام مش كده أو الشهادات أو الوسام أو يوم القضاء أو يوم القضاء نعم الدولة محددة يوم القضاء واحد عسرة من كل عام ده لأول مرة نعم ده دعم وتأدير كبير من سيادته للفضاء الماضي هل بنتكلم بأصل رجعي ولا اللي جاي أو اللي موجود دلوقتي في الخدمة كل كل أصحاب المسيرة المتميزة سواء كان يخرج على المعاش أو ما زال في الخدمة ويخرج على المعاش طيب أهم سرط أيوة اجتمل عطاء ثاني سرط اللي يكون صاحب مسيرة خضائية متميزة عظيم سيد الوزير السيادة الرئيس وجه أيضا أجيس الدولة اللي هي الداخلية النيابة الرقابة الإدارية جهاز المركزي إيه المادة اللي هيقدموها لللجنة اللي السيادة كتشكلها بكرة المعلومات يا فنز عندنا كم حال الجواز عندنا كم حال الصلاة أجباب الصلاة حالات الصلاة في الصعيد في الحضر في الوجه بحري في الريف في الحضر تعدد الزواج مسائل كتيرة جدا بيانات كتيرة لك نعم سيد الوزير هلو هل معنا سيدك تفضل فن حاجة تقول بيانات كتيرة بيقدموها بيقدموها لللجنة علشان تخط طواعد قانونية مبنية على احفاءات ومعلومات تليمة ومضططة أولا كل التحية ومرة تانية بشكورك شكرا جزيلا مصدر عمر مروان وزير العدل